بقدر أعطي رأيي عن أبونا يوسف الأزة ممكن تفتحي بس الفيديو هاك نشوف مين عم يحكي أنا اسمي مارسيلدا وعندي خبرة طويلة مع أبونا الأزة وفي تاريخ كمانا قديم وبعرف عنه وعن كتاباته والفخر أنا كمانا أنه أعرف أنه أبونا الفادي اللي هو ريسنا وريس ريبنا أنه يقول هو عم بيكمل هالطريق أبونا الفادي بنشكرك كتير مرسي مارسيل تليزو مرسي يعني ذكرتني بأبونا يوسف لأنه بعرفه كتير منيح وبعرف توضعه وبعرف حياته كيف كان ييش يعني قاعدين معه ساعات وساعات وكتير فخورة أنا أنه أبونا الفادي عم بكثة شكرا شكرا هذا المزيد من المسؤولية التي توضع على عاطقك أبونا فادي مثل لها وليت الأب جوجيف الكرسي كان هنا لكي يتقاصم معك شيئا منها قبل أن نختم لقائنا هل هناك ممن أحد يود أن يقول كلمة في هذا اللقاء؟ اللقاء طبعا أنا أشكر أبو فادي حقيقة استفدتم من بعض استفدتم من الكلام الذي ذكره من بعض المعلومات عن أبو جوزف فزي وعن حقيقة أثرت فيه كلمة أنه يخشى الله أنه في هدر الوقت واستعمال الوقت جدا في كلام الزمين في أثر فيه حقيقة أنه كان هكذا الأب جوزف فزي يعني يتعامل مع الوقت ويستثمر الوقت وهذا الشيء يعني نفتقر له لعله كل الباحثين والكتاب يفتقرون إلى إهدار يعني يعني يهدرون الوقت ويفتقرون إلى كيف استثمر الوقت وفرصة سعيدة أني اتعرضت بالأبفاد وإن شاء الله تواصل بعد نتشغف شكرا جزيلا أود فقط يعني قبل أن أقول هذه الدروس تتابع كل يوم أربعاء الساعة السادسة والنصف بتوقيت بيروت من يود على الربط نفسه ومن يود متابعتها رقم هاتفي إذا تواصل معي أنا أكتب رقم الهاتف هنا هذا الإيميل أيضا هي الدروس تهتم بالتصوف المقارن بالتأمل إذا كانوا مهتمين بالتواصل أو بمتابعة هذه الدروس يمكن أن يتواصلوا معي إما على رقم الهاتف الموبايل أو عبر الإيميل وكلهما دونته هنا وهكذا إيميل بدو تصليح الإيميل ببليون1 at gmail.com gmail أبونا فادي أستاذ وليد يعني كانت بالفعل ندوى أقله يعني من الناحيتين الحوارية ومن الناحية المهنية أجواء جميلة تحاورنا بروحية الأب أزي ولكأن روحه كانت معنا لأنه هكذا كانت حواراتنا دائما معه بظرف بخفة بلطف يعني لطف بمعنى الكسيف واللطيف يعني سبتيل المرهف سادت هنا وعسى دائما الحوارات هكذا تكون لأنها هي الحوارات المسمرة والتي نخرج منها بنتيجة عسانا نراك أبونا فادي قريبا في لبنان سيد وليد كمهن عسانا نراك في مناسبات وحوارات أخرى ونأمل للجميع أن يكون قد استفاد وأيضا قد سرر بهذا اللقاء وإن تخطى وقته ولكن كان ذلك لنظران لكسيف مرحبا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا سيد بيروت ونحن نراك ونحن نراك شكرا جزيلا 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 فن Linkedl من يتحدث سويل قد ان تكلم ون تتzarقها تانسين نتعاب لك و هم محطم لفضلك تدريك نتعاب لك تانسين نتعاب لكها تشبك و تانسين نتعاب لك أعجبك منتهى كأنها فهمو ليس لك تأسف في المستريحة ولكن هل نحن يتع Понينك لك الشرق؟ أنا ذلك الشيء من الیمالايا ولكن هذا كان نحن جميع دعم ملت دعم اليوم وقفة دعم ملت دعم وه الجمع أنه جميع دعم نعم نسأل فقدت لكنني شرطي قليلا لديه أي مها من فبل مهت�لا يعني فكانت يشعلك إعادtırة ملات اصبدا نستفات المشتركة بصدد نعم 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 وقال نعم 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 ا سوف نبدأ بشكل تحديد من خلال الهدف لتحديد من خلال الهدف لتحديد من خلال الهدف سننهي بي تأمولين مختصر و تأمول التنفس نداع رئتين فريغتين تحديد من خلال الهدف لتحديد من خلال الهدف لتحديد من خلال الهدف سوفfte تحديد من خلال الهدف لتحديد من خلال الهدف سوف أ spot saveとef Rodrigo سوفين لتحديد من خلال الهدف PVPS سوفى الهدف تحديد من خلال الهدف وبعضاء الهدف لتحديد من خلال الهدف شكرا الله سوف Еپavors في قبل الهدف وشكرا baker فارغتان قد يكون هذا القبض لوقت طويل أو أقصر يعني يختلف بين مرتين و أخرى ولكن هذا لا يهم و الان نضعو اليدين تحت البطن الاسفل لكن هناك مختلفة و الان نضعوا على الأعلى ولكن الأنسان فتح الوطن و الان الأن الان الابطن يوجد الوطن تحت الوطن و فقط البهيمان سبعان الكبيران يتصيلان وستمر نظر إلى أن نراء الميزيز يسمون أن المنزل على الملمز وأن المنزل على المقدو يسمون أن المهز ويريدون على يوجه هي مقرونا تقرن تتعلق بالإنسان واليد اليمنى بالله إذن نتنفس شهيقا وزفيرا من اليد اليسرى ونحن نتحسس أن هذا الكائن البشري يتنفس ونحن نتحسس أن هذا الكائن البشري يتحسس أن هذا الكائن البشري ونحن نتحسس أن له lets be if a oh the power is oh the human ونحسس كيف أن تتفاعل الإد اليسرى أي الإنسان واليد اليمنى الله المطلق ؟ ؟ اشتركوا في القناة 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 إذا كان مثلاً الباهيم الأيسار ينتصب إلى أعلى فهذا يعني أن الإنسان يقفو مسؤولاً عن نصيره ينظر و ينظر كيف يتفاعل مع مفهومه لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لحلي مسائل روحية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكثر عن هذه العلاقة بين الله والإنسان اشتركوا في القناة 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 mais au moins ces deux personnages que ce soit le père Fadi ou bien Saïd Walid ont eu beaucoup de points communs et ça c'est beau c'est beau l'ambiance était très positive comme tu as pu déjà remarquer sans que tu saches et que tu comprennes de quoi il s'agit oui on voyait qu'il était capable de rire même si il avait de l'énergie dans ce qu'il disait aussi et puis le père chrétien on sentait un grand calme et c'est ce qu'on attend d'un religieux il doit être calme et ce qu'elle a dit la formule de Tenzin Palme faire dialoguer les gens c'était une opportunité de faire dialoguer les gens de traditions différentes et très souvent opposées oui c'est important voilà donc merci pour tout le monde notre rendez-vous donc est-ce que avant de terminer tu as pu résoudre ce problème technique Jacques non aujourd'hui je faisais ma déclaration en impôt on avait jusqu'à minuit parce qu'on m'a dit on m'a dit que probablement ça pourrait être que le compte que tu as il n'a pas été renouvelé ce problème écoutant tous les cas Florence rigole elle a ouvert elle n'a pas eu de problème de mot de passe donc peut-être c'est parce que tu es au Liban ils n'aiment pas trop que le même compte soit ouvert dans deux pays différents je vais vérifier je vais peut-être leur écrire aussi et peut-être parce qu'il y a trois à ce moment il y a trois qui ouvrent au lieu de deux ou un oui de temps en temps il y en a d'autres aussi voilà on va voir ça il y a plusieurs personnes il faut parce que là aujourd'hui encore je n'ai pas pu ouvert donc pour déjà la séance de 22 tu n'es pas là donc comment on va faire il y a Florence rigole qui peut ouvrir elle elle réussit à ouvrir elle est assez régulière Florence rigole sur l'idée d'être là elle sera là mais écoute on va je vais y voir demain là aujourd'hui c'était la déclaration oui oui c'est à dire n'oublie pas parce que pour ne pas avoir pour qu'on ne risque pas d'avoir des problèmes c'est sûr c'est important oui oui c'était vraiment une science très réussie dans tous les dans toutes les dimensions que ce soit les participants que ce soit les sujets et finalement avec cette petite méditation on a pu vraiment faire un package un paquet assez complet oui oui sympathique alors à la semaine prochaine au revoir comme d'habitude au revoir au revoir on a pu on a pu on a pu on a pu اشتركوا في القناة